وصل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية بطريارك الكرازة المرقوسية الى القاهرة مساء الاحد الماضي قادما من المانيا بعد زيارة رعوية استغرقت 11 يوما قام خلالها بتدشين عدد من الكنائس واجراء بعض الفحوصات الطبية استقبل الرئيس الالماني فرانك فلاترشتين ماير قداسة البابا تودروس الثاني لدى وصوله الى المانيا مع عدد من بطاركة واصاقفة الكنائس الارتدوكسية الشرقية وشارق قداسة البابا في لقاء بطاركة الشرق بدعوة من الكنيسة الالمانية تحت عنوان المسيحية في الشرق الاوسط التحديات والمستقبل كما قام قداسة البابا بزيارة السفارة المصرية ببرلين والتقى عددا من المسؤولين بها وايضا دشن قداسته بعض الكنائس بالمانيا منها الكنيسة القبطية بولاية شمال الراين وزار الدير القبطي هناك كان من المقرر ان تستمر زيارة البابا الى المانيا حتى السابع والعشرين من اكتوبر الجاري ولكن عودة البابا المفاجئة جاءت بسبب ظروفه الصحية والالام التي يعانيها في الظهر من ما عجل بعودة قداسته الى ارض الوطن نتمنى لقداست البابا توضروس الثاني تمام الشفاء ونضع الله ان يعطي قوة ومعونة على مسئولياته الكبيرة في رعاية الكنيسة القبطية فريد ادوار سي تي في